السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده ناخد سكيلز مهارات الوحدة التالتة هنبدأ بقى بالرايتينج رقم واحد أي من الآتي بناءه اللغوي سليم في أي بيقول ده ماضي تام يعني ترتيب أحدث في الماضي فطرف يكون ماضي بسيط وطرف يكون ماضي تام لكن هنا مستقبل مستحيل يا إما نعتبارها روابط زمنية دل على المستقبل فهنا يكون مستقبل بسيط وهنا يا مضارع تام يا مضارع بسيط فكده كده غلط في بي جاب لك المضارع التام فكده روابط زمنية دل على المستقبل يبقى النحية الثانية أحد أشكال المستقبل يبقى سليمة في سي مضارع تام لكن ماضي بسيط مفروض مستقبل في مستقبل بس ما فيش ولا مضارع بسيط ولا مضارع تام إذن إجابة الوحيدة الصحيحة بي هو نوع من المقالات معناها إيه؟ بيعجب حد أو مثلا يحلو لي الحواس زي حاسة مثلا touch, lamp, smell, sham sight, البصر sound, salt and taste اللي هو التزوق طيب نرجع كده لمقال قبل كده تكلمنا عنه اللي هو descriptive ما له بقى اتفعنا إنه بيستخدم sensory أو vivid vivid مثلا images, description وصف حسي مثلا وكذا بيستخدام مثلا صور جمالية زي مثلا مظاهر الجمال figures of speech ده كل ده المقال الوصفي بصوا بقى figures of speech مظاهر الجمال ده أصلا وظيفتها إنها appeal to تحلو إلى appeal to the senses الحواس كلها سواء حسة hearing السامع sound يعني برضو مثلا touch, taste حدد كلها إذن ده مقال إيه descriptive يعني وصفي طيب المقال narrative يعني صار دي قصة رواية كده persuasive اقناعي اتفقنا بيقنع مين؟ بيقنع الريدر القارئ بالwriter يعني يقنع الريدر بالرأي بتاعه بس بالرأي بتاعه بس طيب expository expository معناه تفسيري يعني بيعرض explanation تفسير لحاجة explanation شرح وهكذا يعني بيعرض لك الحقيقة والشيء قدامك كده هو لا يميل ايه انك نتكلم عن رأي او تأكيد على شيء ده هو بيعرض على الحاجة يعني مثلا هقول التكنولوجيا دي يقولك دي حاجة مهمة جدا ويبدأ يديك معلومات عنها التكنولوجيا في القرن كذا عملت كذا ودلوقتي كذا واخترعوا كذا ده اسمه expository essay مقال تفسيري ماشي؟ رقم 3 which of the following is punctuated correctly ايا من الات علامات الترقيم سليمة فيه تامر هو بينده great expectations by charles dickens هل انت قرأت قصة او رواية great expectations بواسطة charles dickens طيب فين علامة الاستفهام هنا مفيش ماشي؟ طيب فيه اخطاء تانية لا طيب تامر كما have you read great expectations اسم الحاجة لازم تاخد حرف capital سليمة by charles dickens طيب ليه هو اسمه charles dickens كمان هنا لا طيب تامر فين الكما مفيش طيب في دي تامر كما have you read great expectations by charles dickens كوستشا مارك سليمة اذا الاجابة تكون دي رقم اربعة عندما تريد ان تقدم رأي مخالف او عكسي يعني تستطيع القول ايه in the other way بالطريقة الاخرى لا بالطريقة اخرى يعني بطريقة تانية يعني مش بيد العكس تمام كده فمش جاية لكن on the other hand هي الاجابة احنا قلنا on the one hand من جانب on the other hand ده كده في تناقض فالافضل on the other hand خمسة وخمسين which of the following doesn't express contrast ايه من الاته لا يعبر عن تناقض يبقى عندك تلاتة تناقض ووحدة لا طيب في ايه بيقول he contacts us هو يتواصل معنا بالرغم انه مشغول يبقى كده في تناقض هنستبعد he is busy هو مشغول so لذلك he can't contact us هو مشغول عشان كده مش بيتواصل معنا ده result صح نتيجة فدي صح طب he is busy but he contacts us في تناقض despite بالرغم بعدها verb ing أو noun despite being busy من رغم كونه مشغولا he contacts us يبقى هنا في تناقض اذا إيجابة تكون ايه بي رقم 6 reading widens our horizons القراءة توسع آفاقنا أو مدركنا more over علاوة على ذلك علاوة على ذلك بالإضافة إلى ذلك يعني it enriches فهي تثري تثري تغني تمام our culture الثقافة بتاعتنا more over كلمة more over shows ايه تبين ايه أكيد إضافة صح addition إضافة contrast تبين reason cause سبب إذن إجابة تكون ايه addition إضافة رقم 7 which of the following is structurally correct أي من الآتي بناءه اللغوي سليم طيب في a بيقول they didn't leave لم يغادروا until حتى they had signed المفروض ترتيب أحداث في الماضي صح يبقى had signed يما تكون رابط زمنية دل على المستقل فنقول they won't leave يبقى دي الغلط في b they don't leave مضارع بسيط مع مضارع تام لا المفروض هنا أحد أشكال المستقبل اللي هي won't هي موجودة في c يبقى they won't leave until they have signed رابط زمنية عندك رابطة مضارع تام نحيط تاني أحد أشكال المستقبل في d بيقول they will leave سوف يغادرون عندك سليمة القواعد بس المعنى مش سليمة يعني هم سوف يغادرون حتى هم يكونوا وقعوا مثلا العقد مش جاي هم لن يغادروا حتى يكونوا وقعوا العقد يبقى إذن إجابة c سليمة رقم 8 which sentence is correct أي جملة من دول صحيحة يبقى عندك ثلاثة خطأ واضح أن ده كلام مباشر بص يا شباب عندك الكلام المباشر هنبدأ بالمبلغ زي he هنا مثلا ثم فعل قول said طبعا ما كلام مباشر يبقى لازم بعده كونه عرفت أنه إزاي مباشر عندك كلهم في معلمات تنصيص يبقى he said طيب نعتبر اللي جاية جملة جديدة اللي هو جوة علامة التنصيص جملة جديدة خالص I تمام كده ماشي كده won't come come وفي الآخر نقطة تمام كده طيب لو مثلا بدأنا ب علامات التنصيص I won't come ماشي علامات التنصيص ما فيش نقطة بقى المرضي فيه سد he سد a he ونقلب سد الأول ثم he والنقطة في الآخر رأس كده طيب المتاح مين فيه ونصح عندك بقى في الاختيار a بيقول he said ثم كما علامات التنصيص ونقطة سليمة طيب في b he said في a colon هنا ال colon بيديك أمثلة زي ما اتفقنا لا طيب he said سمي colon بيديك تفسير مش جاية برضو هنا he said كما سليمة بس هنا ما فيش نقطة إذن إجابة السليمة الوحيدة a رقم 9 المقال الرواي أو الثرد is the one هو المقال ذات نقطة الذي نقط provides a clear focused explanation of a topic معناها يمدك بقى ويوفر لك بقى تفسير تمام أو شرح مركز وواضح لموضوع لا ده يسمه expository تفسيري ماشي كده طيب في b presents an extended evidence based argument أو argument يعني ايه جدالي تمام ومبني على ايه دليل يبقى ده argumentative argumentative ده مقال جدالي ماشي بالحق والبرهان في c tells a story يخبر قصة about a personal experience عن ايه تجربة شخصية or an imaginative وان او حتى خيالي يبقى ده ناراتف روائي او قصصي او ساردي طيب provides a detailed sensory sensory description اه يبقى ده descriptive descriptive ماشي كده يبقى وصف ايه حسي بمظاهر الجمال وهكذا اذا الاجابة هتكون مين هتكون كده هو بيقولي narrative اه يبقى تكون c رقم 10 بيقول a or not seeks to make the reader agree with the writer's point of view بيخلي القارئ يتفق مع وجهة نظر الكاتب يبقى ده persuasive لست شرحينه من شوية مش ثردي narrative ولا descriptive وصفي ولا expository اللي هو ايه هي موجودة في الاختيار ايه في رقم 9 اللي هو provides a clear focused explanation of a topic اذا الاجابة تكون مين تكون persuasive طيب رقم 11 which of the following has the perfect punctuation على ما الترقيم ايه المسالية where do you live my طبعا where كنت تفهمه يبقى المفروض هنا question mark وبنكلم may فهتكون بس كده السليم في دون مين بقى عندك في بي where do you live my بس ال W المفروض capital خلا بقى لك من خبعة دي where do you live my سليمة where do you live my الام بتاعة may المفروض capital الاسم ينساك يبقى اللي اجابة تكون مين هتكون c where do you live my رقم 12 in the argumentative اسي في المقال اللي هو الجدلي المبني على الحجة والبرهان we present نحن نقدم only one side of the argument فقط جانب واحد من النقاش لا طبعا كده فيه تحيز both sides الجانبين بقى صح طبعا only the view of the writer فقط وجهة نظر الكاتب كده فيه تحيز نفس فكرة A نفس الفكرة برضو one point of view وجهة نظر واحدة لا إذا الإجابة تكون A B الاسئلة واضحة جدا عندك ثلاثة نفس المعنى تقريبا رقم 13 write a story about your first day of school اكتب قصة عن أول يوم لك في المدرسة this is a title ده عنوان ليه مقال إيه اكتب قصة يبقى narrative واضحة كده narrative يعني إيه يعني القصصي ننتقل للترجمة رقم واحد our deserts are one of the chief sources chief معناها رئيسي وتسوي mean fundamental وهكذا يبقى الصهراء بتاعتنا هي واحدة من المصادر الرئيسية of wealth ليه الثروة we can increase نستطيع زيادة our national income الدخل القومي بتاعنا and solve many of our problems ونحل الكثير من مشاكلنا by increasing بزيادة the cultivated land الرقعة الزراعية الأرض الزراعية cultivated معناها مزروع مزروع ماش كده مزروع سليمة and constructing new industrial projects وتشييد وبناء المشاريع الصناعية الجديدة طيب في ألف بيقول تعد صحراءنا واحدة من المصادر الرئيسية للثروة سليمة ويمكننا نقص نقص له زيادة increase يبقى دي غلطة في بي بيقول تعد صحراءنا واحدة من المصادر الرئيسية للثروة ويمكننا زيادة دخلنا القومي سليمة we can increase our national income وحل العديد من المشكلات and solve many of our problems عن طريق زرع الأراضي ما هو زيادة الرقعة الزراعية تمشي زرع الأراضي يعني ماشي وعدم تشييد وعدم ليه بوستها بس ماشي في جين بيقول تعد صحراءنا واحدة من المصادر الرئيسية للثروة ويمكننا زيادة دخلنا القومي وحل العديد من المشكلات عن طريق زرع الأراضي وتشييد المشاريع الاقتصادية طب فين الجديدة بس عادي يعني هو كله مفيش الجديدة واحدة من المصادر الرئيسية للثروة ويمكننا زيادة دخلنا القومي وحل العديد من المشكلات عن طريق عدم زرع الأراضي لا إذا نجابة تقول من جين رقم اثنين The government الحكومة is carrying out carry out قلنا ينفذ تنفذ many projects الكثير من المشروعات in upper Egypt في صعيد مصر This leads to هذا سيؤدي إلى providing jobs توفير الوظائف أو هنا providing job opportunities توفير فرص وظائف for citizens للمواطنين here أو there هناك في ألف بيقول تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر The government is carrying out many projects in upper Egypt بسبب قلة فرص العمل لا بيقولك ستؤدي إلى مش بسبب قلة طيب في باء بيقول تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في كل أنحاء مصر لا في صعيد مصر مش كده وكمان إلا لا استهلاك فرص العمل لا في جيم بيقول تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر لكن مما يؤدي this leads to بإذن إجابة تكون مين تكون دال تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر The government is carrying out many projects in upper Egypt مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين هناك This leads to providing job opportunities for the citizens there رقم ثلاثة School is the place where we learn المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه Do activities ونقوم بعمل الأنشطة and make new friends ونكون صدقات جديدة It plays فهي تلعب an important role دورا هاما in our lives في حياتنا في ألف بيقول المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه School is the place where we learn صح ونقوم بالأنشطة Do activities ونكون صدقات جديدة and make new friends فهي تلعب قاعدة مهم قاعدة إيه role role مش role ماشي role يعني قاعدة عايزين role يعني دور في باء بيقول إن المدرسة هي المكان الذي نعلم فيه نتعلم فيه في جيم بيقول إن المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه ونقوم بالأنشطة ونكون صدقات جديدة فقد تلعب دورا فعلا يعني فقد تلعب تحس الصغة غريبة فهي مثلا في دال بيقول إن المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه ونقوم بالأنشطة ونكون صدقات جديدة فهي تلعب دورا مهما في حياتنا سليمة إذن إجابتكم مين؟ دال رقم أربعة لكل فرد في المجتمع حلم يتمنى تحقيقه في المستقبل ويجب عليه العمل بجد لكي يتمكن من تحقيقه طيب في أي بيقول كل فرد في المجتمع أول غلطة مهروض فعلها مفرد فعل مفرد طيب في بيبيو كل مجتمع حلم يتمنى تحقيقه في المستقبل في المستقبل and they should أو they برضو should work hard to achieve it سليمة إذن دي سليم في ديبيو يقول everyone in the society has a dream they hope to achieve in the future سليمة الغاة هنا and they should to should من الأفعال الناقصة ما يجيش بعدها تؤطلقا هو O2 فقط O2 ينبغي أن بعدها 2 إذن الإجابة تكون من هتكون C رقم 5 إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات قد أصبح ضرورة في الأيام الحالية في إيه بيقول the use use يعني استخدام نمطقها use كاسم هنا عندك the و of يبقى اسم مضاف ماشي يبقى استخدام التكنولوجيا الحديثة modern technology in all fields في كل المجالات has become طب هز ده فعل مفرد طب the use استخدام مفرد a فعل مفرد وجامعه the uses استخدامات يبقى سليمة has become ده تصريف سالس أيوة سليمة خلي بالك من حاجات دي في الترجمة unnecessary الغلطة هنا بقى بيقولك أصبح ضرورة necessary دي ايه دي صفة معناها ضروري فممكن نجيب بعدها اسم مثلا a necessary thing matter وهكذا issue محتاجين الاسم فكده غلطة فمحتاجين نفس الجملة دي بس مع تصحيح necessary إلى necessity تمام كده عندك الباقي كله في necessity ماشي the use of modern technology in all fields has صح become a necessity these days يبقى دي سليم the use of modern technology in all fields have لا يوسط النفاع المفرد have ده فعل جامع d the use of modern technology in each fields each ما يجيش بعدها اسم جامع إلا لو each of تمام كده يبقى each field كاليبت المفروض each field يبقى دي غلط المفروض تكون all fields وبالتالي اللي جابة هتكون كده مين هتكون بي رقم ستة تساعد الرياضة الشباب على قضاء أوقات فراغهم فهي تقوي قيم هامة للمجتمع مثل المنافسة الشريفة والعمل الجماعي مبدئين كده المنافسة الشريفة لازم تحفظها على بعض دي تعبير على بعض اسمه honest competition honest competition كلمة مهمة جدا location على بعض والعمل الجماعي اسمه team work ولازمين في بعض team work العمل الجماعي عشي كده طيب في اي بيقول sports helps او الغلطة sports في اس جامع helps دفع المفرد في بي صلاحة بيقول sports help young people to spend their free time سليمة they reinforce دي هنا نعيد على مين الرياضة او الرياضات عشان جام reinforce يعني تعزز يعزز او يقوي important values قيم هامة تسساية للمجتمع like honest competition مثل المنافسة الشريفة and teamwork والعمل الجماعي فسليمة دي في c sports help small people لا في ديبيو sports help young people to spend their free time they force force معناها يكبر معنا ايه يكبر اذا نجابة تكون مين هتكون بي ننتقل بقى القطعة الفهم قطعة الفهم سهلة جدا ووضحة عشان كده هقرأ بالانجليش بس والكلمة الصعبة او الجملة الصعبة بس اللي هترجمها one of the most common uses of modern technology احنا اتفقنا كلمة use معناها استخدام كاس ننطقها use بس المرارة تقولها uses يبقى دي تتنضع زد يبقى one of the most common uses of modern technology is communication التواصل we can use smart phones computers and tablets to stay in touch with للبقاء على اتصال مع friends and family no matter يعني لا يهم ايا كان بقى where they هما كانوا فين they are in the world يبقى دي هنا تعود على مين الاصدقاء والاقارب صحة والعائلة اللي هو friends and family كده جوبنا سؤال طيب we can also use these devices تمام devices to video chat with people which is a great way to see their faces and hear their voices another common use of modern technology is learning التعلم يبقى كده التواصل هدي اول استخدام والتعلم learning تنستخدام there are a number of online resources طبعا كلمة resources معناها موارد بس هنا نقول مثلا مصادر عن نتو كده that can help us learn new things these resources offer a variety of تعرض او توفر تشكيلة او مجموعة من اي بقى courses on a wide range a wide range يعني على نطاق واسع ماشي of topics from math and science to history and literature we can also use modern technology المراد نطاقها يوز عشان فعل modern technology to access information there is a wealth of wealth معناها ثروة بس هنا المعنى مجازي a wealth of information يعني a lot of information يعني plenty of information تمام كده يعني much information available online from news articles مقالات اخبارية to research papers paper كاسم لا يعد معناها الورق لكن كاسم يعد معناها مستندات هم او جرائد تمام we can use search engines to find the information we need and we can also use social media to connect with people who share our interests in addition to communication ماشي learning and accessing information يبقى بالاضافة الى التواصل والتعلم والوصول الى المعلومات modern technology can also be used for entertainment للتسليل يبقى يمكن استخدام التكنولوجيا الكام غرض كده اللي ذكر في القطع يعني communication التواصل لدي واحد والتعلم والوصول للمعلومات وكمان التسليل والترفيه entertainment we can watch movies and tv shows listen to music and play games on our devices we can also use social media to stay connected with friends and family we can use apps apps اللي applications تطبيقات to order food order هنا مش معناها يؤمر معناها طلب الطعام يعني اكيد عارفينها مين في المين يعني book appointments يعني تحجز book هنا معناها يحجز ماشي appointments اللي هي الموعيد موعيد الطبيب مثلا وهكذا and do other tasks السؤال الأول بيقول which of the following is not a common use أي من الآتي ليس استخدام شائع of modern technology احنا اتفقنا ان modern technology استخدامتها في التواصل والتعلم والترفيه و accessing information الوصول للمعلومات لكن ما تكلمش في القطع بقى خلي بالك تحديدا في القطع عن transportation وسائل المواصلات الفرق ما بين transportation و transport قلتا قبل كده transport the British transportation the American رقم اتنين which of the following is the best title افضل عنوان for this passage للقطع دي في اي بيقول benefits of modern technology طبعا modern في خطأ هنا مبطعي ثوائد التكنولوجيا الحديثة صح ودي الأعم والأشمل والبقى التسوق عن نت ووسائل التواصل الاجتماعي ودورات التدريبية عن نت كلها مذكورة بس اي حاجات جزئية عايزين حاجة عامة وشاملة عام وأشمل benefits of modern technology ثلاثة the main idea of the passage الفكرة الرئيسية للقطع is that modern technology كمان مر اشعار فو مصمم لي على الغلطة modern technology تمام كده نقط بيقول لك الفكرة الرئيسية للقطع ان التكنولوجيا حديثة مالها has made people stop thinking قد جعلت الناس توقف التفكير تتوقف عن التفكير هي ممكن تمشي في الحقيقة بس بيتكلم عن القطع the passage إجابتك من القطع في بي بيقول ويست a lot of time تهدر الكسير من وقت برضو هي فعلا تهدر الكسير من وقت بس ما تتكلمش عنها في القطع لأن القطع كلها عن الفوائد costs a lot of money تكلف الكثير من المال إذن إجابة تكون has made our lives easier يبقى جعلت حيواتنا إيه أكثر سهولة أربعة the phrase أو the phrase العبارة بقى a wealth of اتفقنا a wealth of كمعنى حرفي معنى ثروة من لكن هنا معنى وفرة من كثرة من مش a few ولا a small part ولا hardly any إذن إجابة تكون إيه a lot of number five بيقول the underlined word they refers to not الكلمة التحتها خط ذي تشير إلى إيه computers إحنا قلنا ساعتها وإحنا بنشرح إنهما family and friends ستة بيقول how can we access any information we want online إزاي نقدر نصل لأي معلومة على الإنترنت عايزينها يعني في أي بيقول by attending conferences بواسطة حضور المؤتمرات ما قالش كتا في القطعة في بي بيقول by visiting libraries بزيارة المكتبات ما قالش برضو كتا في القطعة by connecting with strangers مع التواصل أو التواصل مع الغرباء مش جاي هو قالها صراحة من خلال إيه محركات البحث يبقى through search engines طيب رقم سبعة what can be used to order food online إيه اللي يمكن استخدامه لكي إيه نطلب الأكل على الإنترنت الإيميلز ما قالش كده برضو قالت تطبيقات apps صح ولا updates تحديثات ولا letters خطابات إذا الإجابة تكون applications أنا بحب عمل حركتي بتحبوها ولا بتنفسكم عرفوني بيلي عليكم رقم تمانية which of the following is not true about modern technology أي من الآتي ليس صحيحا عن التكنولوجيا الحديثة يبقى عكس اللي تألف القطع في أي بيقول it replaces human intention هي ستستبدل نية البشر يعني هتيجي نية تستبدلها إزاي يعني مش منطقي يبقى دي الإجابة طبع it helps us communicate برضو خطأ مطبع communicate تقريبا عنده I والin بيغلط فيهم بيخليهم in communicate ماشي كده دي أنا استبعدها لإني زكرت في القطع وبيقولك not true it helps us learn new things برضو نستبعدها بتعلمنا حاجات جديدة it helps us do tasks دي قالها في آخر القطع إزاي إجابة تكون مين هتكون a نيجي بقى للبراجراف عن your duty towards your country واجبك تجاه دولتك كلمة duty دي معناها واجب ماشي ممكن أنطاها duty لبريتش American duty أو duty تمام صعبة duty طيب your duty towards your country is to be a good citizen طيب الترجمة قدامكم عشان مش أقرأ عربي خلاص يبقى واجبك تجاه بلدك كملوا انتوا بقى this means following the laws helping others هقرأ بالراحة على السينة كتمشي تحت and being kind يا إما قملة قملة and take care of the environment By working hard and being honest you can contribute to making your country a better place for everyone additionally بالإضافة لذلك being proud of your country's culture and history can also be a part of your duty remember every small effort you make to improve your country can have a big impact in the long run in the long run معناها على المدى الطويل in the long term نفس المعنى طيب يا ريت نكتب الكلام ده كمان مرة تقول يا مستر هو المفروض أن نقله بالضبط عادي جدا نقله حاول تغيره مفيش مشكلة المهم أنت لما تتعلم جملة صح ده لها اديك الأفكار بعدي ننتقل بقى للجزء الخاص بطلاب الأزهر الشريف المحادسة waiter بيكلم عني waiter يعني garçon النادل يعني بالفصح المحادسة between علي and the waiter in a restaurant في مطعم فالجرسون بيقول may I take your order sir ممكن أخذ الطلب بتاعك يا سيدي فعلي بيقوله can I see the menu ممكن أشوف المنيو قائمة الطعام وكده please لو سمحت فيقوله مثلا sure بكل تأكيد تفضل يعني here you are here you are طب حد يقوله ممكن أقولها بطريقة تانية sure here it is ها هي here it is هي نفس المعنى طيب فعلي بيقول thank you شكرا لك في سؤال من الويتر إجابته roast beef roast beef معناها لحم بقري مشوي roast beef تمام كده فبيقوله انت تحب ايه بقى دايما بيقولها what would you like to have تحفظ على بعض كده what would you like to have بالمناسبة الصحيح أنا افتكرت حاجة دلوقتي خاصة لطلاب الأزهر المحادسة المحادسة فيه مستر أحمد سامي قناته اسمها English to fun English to fun لسه بدأ الكورس اللذيذ كده المحادسة وبدأ برضه في المطعم يعني ازاي تقول عبارات في المطعم تخيلوا فهتفيدكم جدا يبقى what would you like to have فعلي بيقول roast beef تمام كده فالجرسون سأل سؤال بعد كده علي قال له orange juice عصير ايه بورتقال يبقى مثلا what drink what drink طب ايه المشروب would you like اللي انت عايزو مثلا after that او after you eat او اي حاجة after you finish مثلا فويتر الجرسون بيقول what about a sweet طب التحلية ايه بقى ممكن يقولها dessert برضو تحلية بعد الاكل فيقوله اي حاجة مثلا cheesecake ايا كان بس ممكن اقول ايه I'd like to have I'd like to have chocolate cake مثلا اتشوكلت لا خليها chocolate cake وخلاص وعادي ممكن chocolate cake بالآه عادي chocolate cake على اساس ايه حتة كيكة صغيرة chocolate cake ايه تحلية وخلاص فالجرسون بيقوله alright حسنا I won't be late مش هكون متأخر عليك ننتقل بقى للترجمة نبدأ من انجليز العربي رقم واحد no country can make progress لا دولة يمكنها احراز التقدم يبقى لا يوجد دولة يمكنها احراز التقدم without doing good education تعليم جيد so education عشان كده التعليم now tops top هنا فعل لان الفعل education يبقى التعليم يعلو يعني يجي في الطوب Egypt's priorities اولويات مصر كلمة priority معناها اولوية اولوية رقم 2 تهزم وتهزم وتقهر الصعوبات وتحقق المعجزات طيب من عربي بقى الانجليزي رقم واحد يقول تهدف المناظرات الى تدريب الاجيال على المشاركة والنقط البناء هنبدأ بالمناظرات الفاعل اللي هي debates ماشي debates المناظرات تهدف الى ممكن تقولها aim at او to at بعدها اسم ماشي يبقى at ايه تدريب يبقى training ماشي طب لو قلتها aim at او to يبقى to train debates aim at training الاجيال اللي هي generations generations نخلي بالنا من اللي جاية دي يدرب مثلا مفعول به عالة ما تقولش on قلها in طبعا كده in يبقى train in معناها يدرب على شي لكن train on معناها يصوب قلناها قبل كده يصوب بندوقي يبقى debates aim at training generations in participating او taking part in سهلا taking part in خلينا في participation participation المشاركة ماشي كده والنقد البناء and constructive criticism نكتبها فين دي هنا بقى constructive يعني بناء وcriticism يعني نقد criticism طيب نيجي بقى لرقم اثنين نغير اللون كده عشان يكون منظر حل إن ثروة مصر الحقيقية تكمن في مواردها البشرية وابداع شبابها وتمييزه في كافة المجالات ثروة مصر ما قالك إن وإن طبعا في العربي بعدها اسم اسم إن صح فخلاص بدء بفاعل يبقى ثروة مصر حقيقية يبقى real او true مثلا true والافضل هنا نقول ايه the true مثلا عادي the true Egypt ماشي الثروة يعني wealth يبقى ثروة مصر الحقيقية ما قالها بقى تكمن تكمن يعني lies in lies in يكمن فيه ماشي تكمن فيه مواردها البشرية it's it's هنا ضمير ملكية لغير العقد اللي هي مصر ماشي it's مواردها البشرية human human أخذناها في المنهج resources اللي هي HR resources ماشي كده وإبداع شبابيها and مثلا youth الشباب عاو نقولها مثلا young الأفضل بقى young men ماشي men's ايه بقى apostrophe اسم ملكية لإنه هنقول إبداع creativity creativity ماشي كده وتمييزه يبقى نشي الآن دي لإنه كذا حاجة يبقى كما ماشي يبقى فيه كما هنا it's human resources young men's creativity and there there دي أنهي واحدة فوق اللي يتمييزه اللي هو الشباب يبقى there excellence التمييز excellence عارفين في الأفلام excellence هيا دي excellence يعني تمييز جاة من excellent وتمييزه في كافة المجالات in all fields all fields الparagraph عن how to solve كيف تحيل the problem of unemployment مشكلة البطالة طيب هقرأ لكم بالإنجليش والترجمة تحتها على طول هقرأ بالراحة to solve the problem of unemployment we can create more job opportunities by supporting small businesses and industries providing training programs to help people learn new skills can also open up more job options it is important to invest in education and encourage young people to stay in school or pursue vocational training كلمة pursue معناها إيه يستمر في فعل شيء يعني يتابع يعني هو تحت ترجمها اتباع ماشي vocational training اللي هو التدريب المهني vocational training government support for job seekers such as career counseling خدنا في المنهج council يعني يستشير and financial assistance can make a big difference additionally promoting entrepreneurship الكلمتين دول أخذناهم في المنهج promote معناها يدعم يعزز يرقي يروج لي وقلنا entrepreneurship معناها ريادة الأعمال and innovation can lead to new businesses that hire أخذنا في المنهج برضو معناها يستأجر أو يوظف more workers by working together as a community and supporting each other we can tackle tackle يعني handle يعني treat مثلا يتعمل مع حاجة يحول من يحلها زي مثلا مشكلة قضية the issue of unemployment and help more people find work ننتقل بقى الآخر جزئية Islamic selections المختارات الإسلامية رقم 1 how did the Muslims win Almighty Allah سئ كيف للمسلمين أنفازوا بمساعدة الله support ودعمه and power وقوته اللي جاب هتكون كالتالي through their firm faith and controlled discipline من خلال إيمانهم الثابت الراسخ and controlled discipline والانضباط والنظام المحكم number 2 what was the result ماذا كانت النتيجة of the Muslims archers mistake للخطأ الكارثي للرماه المسلمين at the battle of أحد في غزوة أحد الحصل أن الجيش الإسلامي كان على وشك أن يهزم وكمان في بعض المؤرخين أعدوها هزيمة the Muslim army was about to be defeated الجيش المسلم كان على وشك أن يهزم the Muslim army was about to be defeated رقم 3 why was محمد recommended to lady خديجة ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تم ترشحه للسيدة خديجة لأنه كان صادقا وأمينا he was a prophet كان نبيا ما كانش بقى نبي سعد صح طب اللي قابة تكون مين he was honest كان صديقا أو صادقا أو أمينة طيب اللي بعدها آخر سؤال بيقول رقم 4 ودد ورقة ابن نوفل assure ورقة ابن نوفل أكد على إيه when he listened عندما استمع إلى محمد سيدنا محمد في إيه بيقول محمد was a prophet إن سيدنا محمد كان نبي صح طبعا محمد was a magician magician يعني ثاحر لا طبعا محمد was a liar liar يعني كاذب كذاب يعني عزو بالله حشا لله محمد was dishonest برضو حشا لله غير أمين إذن إجابة تكون مين هتكون محمد was a prophet